وفعلها بايدن بعد طول انتظار أعلن الرئيس الأمريكي ترشحه لولاية ثانية في شريط فيديو ودع وعد فيه بشفاء روح الأمة الأمريكية وأنهاء المهمة لكن المهمة بحسب استطلاعات الرأي صعبة فالرئيس البالغ من العمر الثمانين عاما هو الأكبر سنا في التاريخ الأمريكي وهذا ينعكس بشكل سلبي على رأي الناخب لا تساعده زلات لسانه التي ازدادت مع الوقت في إقناع معارضيه بأنه أهل لاستكمال المهمة التي إذا ما نجح فيها سيخرج من البيت الأبيض وهو في السادسة والثمانين من العمر ومقابل بايدن خصمه القديم الجديد اللدود دونالد ترامب الذي هو بدوره يواجه أرقاما غير واعدة في استطلاعات الرأي فهل ستشهد الولايات المتحدة سباقا جديدا بين بايدن وترامب وما هي من الملفات التي سترسم خارطة السباق هل ستلعب السياسة الخارجية دورا هذه المرة في رسم قرار الناخب الأمريكي أم سيقتصر الأمر كما جرت العادة على الملفات الداخلية أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفاي هنا في استوديو محرر وناشر موقع Inside Elections نيثن جونزاليس أيضا أرحب بالخبيرة الاستراتيجية والمستشارة السياسية في الحزب الديمقراطي كريستل نايت عبر تقنية زوم ينضم إلينا الخبير استراتيجي في الحزب الجمهوري والباحث في معهد جولد الدراسات استراتيجية ماد بروك بروسكي أهلا بكم معنا في هذه الحلقة قبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد معا أبرز ما جاء في فيديو إعلان الرئيس بايدن ترشحه لولاية ثانية باستراتيجية إجراءة باستراتيجية 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 في نهاية مهمة لا شيء مهمة هذا هو العمل في مي حول اربط لتحقق لديمقراصي لتحبق من ميقراصي لتحبق من دراسة لفترك أنه يكون شخصاديا على شخصاديا and that everyone is given a fair shot at making it. But you know around the country, مغرق extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting social security that you've paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy, dictating what health care decisions women can make, banning books and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. That's why I'm running for reelection. كريستل شكراً لوجودك معنا في هذه الحلقة أريد أن أسمع رأيك في ترشح بايدن أنت ديمقراطية هل ترحبين بهذه الخطوة من الحزب الديمقراطي؟ نعم أنا ممتنة أن رئيس بايدن يترشح لولاية ثانية وهو يراهن على استكمال العمل الذي بدأه وعلى حماية الديمقراطية التي تعرضت إلى الهجوم ليس فقط خلال فترة الانتخابات في 2020 بل أيضاً خلال الانتخابات النصفية أو التمهيدية هذا وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلن بأنه سيمضي قدماً بالمهاجمة نفسها حيث سيترشح ليس بالضرورة إلى إعادة الانتخاب لكنه يترشح مجدداً لمنصب الرئاسة في 2024 أعتقد أن موقف الرئيس بايدن قوي جداً ويملك بعض الصفات الفائزة وهو قادر على خوض فترة الانتخابات المقبلة والتقدم بقوة ومواجهة خصومه مع نائبة الرئيس كمال هارس المرشحة أيضاً بحيث يستطيعان الاستمرار بما بدأ منذ ثلاثة أعوام ونصف العام ونيثن هنا في نقطة كمال هارس كنا نتحدث عن أن بايدن قرر فعلاً إبقاء كمال هارس وهو أمر كان متوقع لكن أيضاً أنت تعمل في الأرقام الأرقام ليست لصالح هارس هل تعتقد بأن هذه البطاقة الانتخابية لديها حظوظ في الفوز هذه المرة بايدن هارس؟ أعتقد أن وظيفة نائب الرئيس هي وظيفة صعبة مهما كان لأنه ليس الرئيس وسيبدو دائماً وكأنه أصغر مقاماً سياسياً مقارنة بالرئيس صحيح أن نائبة الرئيس هارس لا تتمتع بشعبية كبيرة ولا أتوقع أن يكون هناك أي تغيير على الإطلاق فهذه هي التشكيلة سيكون هذا جديراً بالملاحظة إذا قام الرئيس باستبدال زميلته في الانتخابات والاستغناء عن أول امرأة من أصول إفريقية تشغل هذا المنصب سيكون هذا مدهشاً ولن يحظى بدعم قاعدة الحزب الديمقراطي أتوقع أن هذا الخيار نهائي وسيمضي به الحزب الديمقراطي مات طبعاً نتحدث عن بايدن مرشح ديمقراطي يقول البعض بأن السبب أن بايدن أعلن عن هذا الترشح هو أنه الوحيد الذي يستطيع أن يهزم دونالد ترامب نحن حتى الساعة بانتظار مرشحين جمهوريين آخرين غير دونالد ترامب للترشح مثل راندي سانتس لكن هل توافق مع هذه المقاربة؟ هل تعتقد بأن بايدن يستطيع أن يهزم ترامب مجدداً؟ أعتقد أن المراهنة التي يقوم بها بايدن هي مثيرة للاهتمام فهو يعتقد بأن ترامب سيكون المرشح عن الحزب الجمهوري وأن الرسائل التي نجحت خلال الانتخابات النصفية التي أجريت مؤخراً ستنجح مجدداً وهي رسائل حول التهديد الذي يشكله الجمهوريون للديمقراطية قد يتمكن بايدن من هزم ترامب لكن الفكرة التي يملكها بايدن لا بل الحزب الديمقراطي بأكمله هي أن بايدن هو الوحيد الذي يمكنه أن يهزم ترامب لم يتدخل باقي الحزب الديمقراطي وأعتقد أن ما رأينا في الفيديو الذي نشره الذي يروج لكمال هاريس وهي شخصية غير شعبية على مستوى الدولة من الحزبين اليميني أو اليساري على السواء فهي لا تعامل باعتبار عال ففكرة الفيديو هي أنه إذا قمت بالتصويت لبايدن فإنك بالفعل تصويت لكمال هاريس رئيسة للجمهورية لأنه من غير المستبعد أن يواجه بايدن ظرفاً أو حدثاً معيناً في السنوات الأربع القادمة من ولايته خصوصاً وأننا نرى التراجع في وظائفه العقلية وكريستل هذه نقطة سوف نتطرق إليها بالتفصيل موضوع عمر بايدن لأن هذا هو ما يؤثر على أراء الناخب الأمريكي سلباً في استطلاعات الرأي في نقطة كمال هاريس طبعاً كانت تعيين تاريخي لبايدن أن يعين أول امرأة من أصول إفريقية في منصب نائبة للرئيس وكما تحدث نيثن تغيير هاريس هذا يعني ضربة بشكل من الأشكال لصورة كمال هاريس في المجتمع الأمريكي لكن لنتحدث عن أداء نائبة الرئيس الأمريكي هل تعتقدين أنها تستطيع أن تحسن أداءها في الأيام والأشهر المقبلة؟ كما تعلمين كانت نائبة الرئيس كمال هاريس في جولتها الانتخابية خلال الستة أشهر الماضية تجول الدولة وتروج لبرنامج عمل الرئيس بل لعملهما المشترك ويجب أن نمنحها الفرصة للقيادة أعتقد أنه عندما تسلمت منصبها في البداية كان هناك العديد من المشكيكين وقد ارتكبت بعض الأخطاء العلنية الجديرة بالملاحظة لكنها نائبة الرئيس وهذا ليس الدور الأبرز في البلاد نعلم أننا نتطلع إلى جو بايدن لتحديد السياسات وهو الذي يحدد توجيهات مكتب نائب الرئيس إلى كمال هاريس إذن هي فعلا إنعكاس لهذه الإدارة وأنا واثقة تماما من إمكانياتها القيادية في حال واجه الرئيس بايدن أي مكروه لكن حاليا هي الشخص الأقوى الذي يمكنه الاستمرار بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن وينبغي أن نستمر بالوثوق بها إذا ما أردنا أن نراها رئيسة للولايات المتحدة في النهاية طبعا نحن نتحدث عن موضوع إذا ما حدث أي مكروه لبايدن نحن طبعا بطبيعة عمره نتحدث عن البديل هنا في موضوع نائبة الرئيس ونيتن هنا في موضوع كمال هاريس الملف الأبرز الذي سلمه بايدن لهاريس كان ملف الهجرة هذا ملف صعب جدا يعني هل أوقع هذا الملف بكمال هاريس هذه مسألة علنية جدا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة لكني لا ألوم نائبة الرئيس هنا في النهاية اختارها الرئيس بايدن وهو كما قالت كريستل في النهاية في الولايات المتحدة تتوقف المسؤولية مع الرئيس بايدن خلاصة الأمر هي القرار النهائي في الانتخابات الرئاسية يكون دائما بين المرشحين الرئيسيين في هذه الحالة الرئيس والمرشح من الحزب المقابل حين يتم لوم نائب الرئيس كما حدث في انتخابات سابقة حين ألقي اللوم على سارا بيلن لخسارة ميكاين علما بأن جون ميكاين كان سيخسر تلك الانتخابات ولم يكن ذلك بسبب خطأ منها إذن أعتقد أن كل من يريد إلقاء اللوم على نائبة الرئيس هاريس هم مخطئون في توجههم لأن القرار سيكون بين المرشحين الرئيسيين والمفارقة طبعا هنا بأن جو بايدن هو نفسه كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما مات كنت تتحدث عن نقطة مثيرة للاهتمام قلت بأن بايدن افترض أن ترامب سوف يكون هو المرشح الرسمي للحزب الجمهوري هل تعتقد بأن هذا الأمر صحيح أم أن هناك أسماء أخرى تعتقد أنها سوف تكون هي المرشح الرسمي للحزب الجمهوري أتوقع تماما أن يقوم رون دي سانتس بالإعلان عن ترشحه على الأرجح في يونيو ونعلم أنه في شهر مايو سيقوم بإطلاق لجنة لدراسة إمكانية الترشح للرئاسة وعادة يتم الإعلان عن الترشح بعد شهر تقريبا أعتقد بأنه سيكون المرشح الجمهوري الوحيد الذي يمكنه المشاركة في السباق وهزم ترامب في الانتخابات التمهيدية أعتقد أن عمله لن يكون سهلا لكنه الوحيد الذي يمكنه الترشح مستندا إلى الإنجازات العديدة التي حققها لإقناع الحزب الجمهوري يمكنه القول بأن ترامب يستطيع التحدث عن القيام بأمور عديدة غير أنه كان رئيسا لمدة أربع سنوات ولم ينجز أي منها بينما أنا رون دي سانتس لدي تاريخ بصفة حاكما أو كعضو تنفيذي بتطبيق مجموعة من القرارات التشريعية التي ترغبون بها أنتم الجمهوريون لذا أعتقد بأنه سيدخل في هذا السباق ويمكن القول بأن هذا أمر مقلق بالنسبة إلى الرئيس السابق ترامب حيث يستمر بمهاجمته حتى بطرق أجدها سخيفة جدا مثل مهاجمة ولاية فلوريدا وهي الولاية التي انتقل إليها ترامب ووصفها بالمكان المروع الذي دمره دي سانتس في هذه المرحلة يبدو وكأن ترامب قد حاول كل أنواع الهجومات الممكنة لرؤية تلك التي ستنال أي نتيجة ومن الواضح أنه يستهدف دي سانتس غير أن الناخبين الجمهوريين سيجدون الحل لهذا قريبا طبعا وهنا في هذا الإطار لا تزال استطلاعات الرأي حتى اليوم تدل على أن ترامب متقدم على دي سانتس لكن كما قال دي سانتس هو لم يعلن عن ترشحه رسميا بعد هنا كريستل في أعود إلى ما شاهدناه في بداية هذه الحلقة شريط الفيديو الذي أعلن فيه بايدن عن ترشحه أبرز ما ورد أو أول ما ورد في هذا الشريط كان أحداث السادس من يناير وهاجم بشكل أيضا مباشر مناصري الرئيس السابق دونالد ترامب يعني كما يقول مات وكأنه يفترض بأن ترامب هو سوف يكون المرشح أليس هذا خطأا استراتيجيا؟ بالتأكيد وقعت هذه الأحداث في السادس من يناير كنا جميعا هنا ورأينا ما حصل وشهدناه ويجب على الرئيس بايدن أن يستمر بتذكير مناصري ترامب وقاعدة الناخبين بأن الحزب الجمهوري هو الحزب الذي حاول الإطاحة بالحكومة الأمريكية وبالديمقراطية الأمريكية كما نعرفها لذا من الجيد أنه قد وضع هذه الأحداث في المقدمة الافتتاحية لإعلان إعادة ترشحه لأنه يجب تذكير الناخبين بالأمور السيئة التي حصلت بالإضافة إلى الأمور الإيجابية التي حققتها هذه الإدارة في البلاد غالبا في المجال السياسي تكون ذاكرتنا قصيرة بسبب كل ما يحدث مرارا وتكرارا ولكن عندما نتحدث عن مهاجمة الديمقراطية أو ما حدث في جورجيا حين حاول الرئيس السابق ترامب باستدعاء وزير الخارجية للعثور أو الحصول على الأصوات أو إذا نظرنا إلى ولاية أريزونا فلدينا أمثلة عديدة خلال فترة انتخابات 2020 التي يمكن أن نشير إليها لذا أعتقد أن ما يقوم به الرئيس هو الإبقاء على ضريبة أحداث السادس من يناير في ذاكرة الناخبين هو أمر صحيح ونيثن طبعا هناك الكثير من الناخبين الذين يهتمون بالقضايا التي تتحدث عنها كريستل والتي شاهدناها في الفيديو قضية السادس من يناير قضية الإجهاد قضايا اجتماعية كثيرة لكن نعلم أيضا أن الناخب الأمريكي يهمه الاقتصاد وهذه هي نقطة هجوم الجمهوريين على بايدن كيف يمكن لبايدن أن يتخطى هذه الهجمات؟ أهم ما يمكن أن يقوم به الرئيس بايدن لصالح الانتخابات هو القيام بعمل جيد وهذا ما كانت تتحدث عنه كريستل أي ليس فقط وضع السياسات لكن إقناع الجمهوري بأنها سياسات جيدة فحال الاقتصاد في الواقع أقل أهمية من شعور الناس حيال أداء الاقتصاد فإذا لم يكن لأشخاص وظيفة أو حتى لجيرانهم أو على سبيل المثال لم ينالوا أي زيادة في الراتب لسنوات عديدة فهم لا يشعرون بأن البلاد هي في التوجه الصحيح وسيبدأون بالبحث عن حل بديل لذا يجب على بايدن أن يروج للسياسات التي شرعها الكونغرس الديمقراطي في النهاية أعتقد أن النتيجة ستعتمد على الناخبين المستقلين أكثر من 90% من الناخبين الجمهوريين سيصوّطون لترامب أو للمرشح الجمهوري بينما أكثر من 90% من الناخبين الديمقراطيين سيصوّطون للرئيس بايدن لذا المفتاح هو بيد المستقلين وما تعلمناه من انتخابات 2022 هو إذا كان الناخبون المستقلون غير راضين عن اتجاه البلاد لا يعتقدون بأن بايدن يقوم بعمل جيد لكن عندما رأوا أن الحل البديل هو الجمهوريون قرروا بأنهم غير مرتاحين بهذا التوجه واختاروا بنهاية المطاف الإبقاء على العديد من الديمقراطيين في مناصبهم من هنا نرى ثقة الجمهوريين بالتغلب على بايدن لأنهم يرون بأن نسب الموافقة على العمل الذي يقوم به غير جيد لكنهم لم يظهروا كيف سيفوزون بالناخبين المستقلين إذن نيسون كما تقول بأن الناخب الأمريكي عادة يصوّط ضد مرشح لصالح مرشح آخر سوف نتابع كل هذه الملفات والمحاور لكن أولا نتوقف مع فاصل قصير من بعده نعود لمتابعة حوارنا أهلا بكم مجددا إلى برنامج تقرير واشنطن ما هو رأي الناخب الأمريكي بكل من بايدن وترامب؟ تقرير ثم نتابع حوارنا تقرير ثم نتابع حوارنا تقرير ثم نتابع حوارنا أهلا بكم مجددا إلى برنامج تقرير وشعورنا تقرير ثم نتابع حوارنا عن نقطة أن بايدن هو كبير في السن هو في الثمانين في حال فاز بالترشح مجددا سوف يخرج من البيت الأبيض وهو في السادسة والثمانين من العمر ولهذا طرحت نقطة كمالة هارس وشعبية كمالة هارس حدثني أكثر عن هذه النقطة أن يكون الشخص في الثمانين من عمره مثل بايدن أمر مثير للاهتمام بحد ذاته لكن تقدمه في السن أمر واضح جدا فترامب لا يصغره سنا بكثير لكنه يبدو كذلك ووظائفه أفضل بكثير وأعتقد أن معظم الناس يرون ذلك أعتقد بالعودة إلى الرهان الذي يقوم به الرئيس بايدن فهو يأمل حقا بأن يكون ترامب خصمه ويفوز هذا الأخير بالانتخابات التمهيدية لأن رسالته الانتخابية تتمحور بكليتها حول الخوف الخوف من أحداث السادس من يناير الخوف مما قد يقوم به ترامب في حال عاد جميع الصور التي تم استخدامها هدفت إلى تذكير الأمريكيين بالخوف الذي يجب أن يشعر به مقابل ترامب ماذا سيحدث مع وجود شخص مثل روندي سانتس أو نيكي هيلي أشخاص أصغر سناً بكثير وبصحة أفضل يمكنهم أن يقولوا بالطبع كانت أحداث السادس من يناير سيئة جداً لكن لم يكن لي علاقة بها ما هو السجل الإنجازات الذي يعتمد عليه بايدن في الانتخابات والذي لم نلمسه في أي من الرسائل حتى الآن كل ما لمسناه حتى الآن هو الخوف وعندما يعبر بايدن عن هذا الخوف بعمره فهو يبدو كرجل حاقد كبير في السن مما يبعد معظم الأمريكيين كما تشير إليه استطلاعات الرأي وأريد أن أبقى معك هنا مات في هذه النقطة كما ذكرت أيضاً الرئيس السابق دونالد ترامب هو في السادس والسبعين من عمره وهو في بحسب الاستطلاعات التي شاهدناها ليس هناك فرق كبير ما بين معارضة الأمريكيين لبايدن ومعارضة الأمريكيين لترشح ترامب هل يعني عضو في الحزب الجمهوري أنت من الداعمين للجمهوريين للحزب الجمهوري بشكل عام هل تعتقد بأن ترامب اليوم بترشحه هذا وبالرسالة التي يرسلها للناخب الأمريكي هل يؤذي الحزب الجمهوري أعتقد طبعاً بأن لديه الحق بالترشح للانتخابات وإذا ما نظرنا إلى الأرقام لن نملك أي سبب لمنعه بالترشح عندما يكون هناك فرصة للفوز المشكلة هي أنه حالياً مثل ما كانت هيلاري كلينتون عام 2016 دعيني أشرح لك ما أعني في 2016 حين ترشح ترامب كان البلد بأكمله يعلم ما يمكن أن يتوقعه من هيلاري كلينتون فالأرقام في استطلاعات الرأي لم تكن تتحسن أبداً مهما فعلت بينما كانت رسالة ترامب ما الذي يمكن أن تخسره يمكنني أن أفوز وسأقوم بكل تلك الأمور الجديدة حالياً بعدما شهدنا أربع سنوات مع ترامب الحقيقة هي أننا نعلم رأي الجميع بالرئيس ترامب فهو مثل هيلاري كلينتون من هذه الناحية في 2016 لكن اليوم لأنه لا يستطيع اعتماد الرسالة نفسها ألا وهي ما الذي يمكن أن تخسره لأن الجمهور على يقين بذلك ولن يستطيع التركيز كثيراً على الفوز بأصوات المستقلين الإضافية لذا أعتقد بأن هذه مخاطرة بعض الشيء لكن في الوقت نفسه ينظر معظم الجمهوريين إلى بايدن متسائلين كيف يمكننا أن نخسر أمام هذا الرجل؟ يصعب التكاهن هنا حيث لم يظن العديد من الناس أن ترامب سيفوز بانتخابات 2016 لكنني لا أرى كيف سيدفع المستقلين في الوسط للتصويت من أجله بعد أن اتخذوا قرارهم وكريستل هنا سؤال يسأله الكثيرون بعد رؤية هذه الأرقام التي نتحدث عنها شعبية بايدن أو دعم الأمريكيين لترشح بايدن للرئاسة يتراجع 70% من نسبة الأمريكيين تقول بأنه لا يجب أن يترشح مجدداً وهنا أسألكي عن الحزب الديمقراطي أليس هناك مرشح آخر؟ هناك مرشحان يقرران لانضمام إلى سباق الرئاسة في الانتخابات التمهيدية ضد الرئيس بايدن لكنهما لن يفوز بهذه المرحلة أعتقد بأنه سيتم ترشيح الرئيس بايدن عن الحزب الديمقراطي وأعتقد بأن الأمر سخيف قليلاً أن يقرر كل من مريان ويليامسن وكينيدي بالترشح ضد الرئيس بايدن لأنهما لا يملكان خبرة لدعمهما في هذا المجال عندما نتحدث عن المرشحين وعن الانتخابات الرئاسية حتى هذا النقاش بين ديسانتس وترامب لم يخضع ديسانتس للاختبار بعد فهو حاكم فلوريدا ويضع تشريعات لا تنال بأي شعبية عبر الولايات المتحدة الأمريكية لذا عندما أفكر بمرشحين من الحزب الديمقراطي للترشح ضد الرئيس بايدن فللأسف هم لا يملكون أي خبرة حالياً لذا مجدداً سيصبح الرئيس بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي بينما لن يتقدم أي من ويليامسن أو كينيدي ما بعد الانتخابات التمهيدية وأعتقد بأننا يجب أن نقلق حول أي مرشح من طرف ثالث يستطيع الفوز بأصوات الناخبين صرح بيرني ساندرز بأنه لن يترشح ضد رئيس بايدن وهذا أمر جيد بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي لذا يجب على الرئيس بايدن أن يفوز بولاية ثانية ونيثن أبقى في نقطة العمر لأننا نناقش هذه النقطة بناء على الأرقام التي رأيناها من قبل الناخب الأمريكي بالنسبة لكل من بايدن وترامب هذا الفارق العمري أو هذه مشكلة العمر هي مشكلة حزبية تمتد حتى في الكونغرس الأمريكي يعني مثلا الحزب الديمقراطي كان لديه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لفترة طويلة هذا العام تغير هذا الواجه على رغم من أن لديها إنجازات طبعا كثيرة لكن وكأن الأحزاب كما تقول كريستل تتمسك بمن تعرفه لا تريد أن تتفاجأ بوجوه جديدة إنه أمر صعب حيث إن الديمقراطيين عالقون في صندوقا نوعا ما الرئيس بايدن هو رئيس الولايات المتحدة وهو يرغب بالترشح لولاية ثانية لذا يجب دعم الرئيس لكن هناك خطر مع بلوغ الثمانين من العمر حيث إذا تعثر شفهيا أو جسديا علنا وبغض النظر عن خطورة الحادثة سيتم بناء قضية كاملة حول عدم أهليته لتأدية هذا الدور والسؤال هنا في حال حصل ذلك ومتى سيحصل وهل فات الأوان لتغيير التوجهات أو لقيام الحزب الديمقراطي باختيار مرشح آخر لكن يجب أن نعترف بأن هذا الأمر ممكن أما الجمهوريون فهم لديهم الفرصة لاختيار مرشح مختلف جدا من حيث السن لكن حاليا يبدو أن ترامب هو المرشح الأكثر شعبية غير أنه ترشح لمرتين الآن لنفترض فوز الحاكم دي سانتس أو نيكي هيلي بالترشيح فترامب لن يختفي لأن لديه مجموعة تصل إلى 20% على الأقل من قاعدته يفضلونه شخصيا أكثر من الحزب الديمقراطي نفسه يعتقدون بأنه يتجاوز الحزبين ويعد المرسل نيابة عنهما ولا يستطيع أي من الطرفين خسارة الأصوات من قاعدتهما في الانتخابات العامة كما قالت كريستل إن بيرني ساندرز لن يساعد الحزب الديمقراطي في حال فشل ترامب عن الترشح سيصعب عليه جدا الترشح كمستقل لكنه سيحرص على الإعلان أمام داعميه بأن النظام مزور ولا تنتخب وإذا حدث ذلك سيصعب على الجمهوريين جمع الأصوات للتغلب على بايدن ومات هي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها أصلا ترامب بالترشح عن حزب ثالث يعني في كل مرة يتحداه فيها الجمهوريون يقول أنا سوف أترشح بشكل مستقل طبعا يتحدث نيثن عن صعوبة قرار من هذا النوع أو خطوة من هذا النوع لكن صحيح هو يستطيع أن يسلب الجمهوريين من الناخبين أليس كذلك يستطيع أن يأخذ أصوات جمهورية كثيرة أعتقد أن ترامب سيقوم بهذا التهديد وهذا أمر لا شك فيه فهو يهدد بعدم المشاركة بالمناظرة الخاصة بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وهو أمر قام به قبل أربع سنوات أو حتى قبل عدد من السنوات في 2015 المشكلة هي أنه لا يشعر بأنه سيخسر قاعدته الانتخابية وهي أكثر ما تهمه للحفاظ عليها أقترح أنه في حال رغب بالترشح كطرف ثالث إن لم يفز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فهذا سيكون نوعا من الخط الأحمر إذ سيدرك الجمهوريون وحتى المحافظون منهم بأن هذه ليست طريقة جيدة للفوز بالانتخابات ولا أعلم إن كان سيمكنه تخطي ذلك نظرا لسمعته لكن من الواضح جدا أنه في موضوع الترشح ضد الحزب الديموقراطي لن يفوز أحد باستثناء بايدن لأن معظم أعضاء الحزب يميلون إلى اليسار كان يمكن لبيرني ساندرز أن يفوز في 2020 لو لا ما حصل في كارولاين الجنوبية وتدخل بعض الديموقراطيين لتعزيز فرص بايدن لأنهم كانوا خائفين مما كان قد يحصل مع وجود اشتراكي على رأس المرشحين لا أعلم إذا سيكون نوعا من المداخلة من جهة الحزب الجمهوري فيما يتعلق بترامب لأني لا أعتقد بأن الأمر سينجح كما بدى في السابق لكن الأشهر العديدة المقبلة ستكون وعرة جدا وصولا إلى نوفمبر 2024 وكريستل برأيك في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية ما هو أكبر تحدي بالنسبة لبايدن سوف يكون؟ التحدي الأكبر كما قال زملائي هو الحرص على أن يشعر الأمريكيون بالثقة في صحته وفي قدرته على المضي قدما أعتقد أن العديد من الأشخاص يرون ما قد يصفه البعض بالتراجع الإدراكي وذلك يعتمد في الحقيقة على عمره للأسف لذا إن كنا نتحدث عن سياساته ودفع الولايات المتحدة إلى الأمام فنحن نملك ثقة عالية بذلك فقد أثبت عن أهليته على مدى الثلاث سنوات الماضية لكن عندما نتحدث عن حالته الصحية وقدرته على القيام بالمهام يوميا على مدى ساعات طويلة فهذا ما يتساءل عنه معظم الناس وطالما يبذل أطبائه ومستشاروه قصار جهدهم لإبقائه قويا وبصحة جيدة سيتمكن من خوض دورة انتخابية شاقة طبعا موضوع العمر نتحدث عنه بشكل كثير لأن الرؤساء الأمريكيين دخلون إلى البيت الأبيض شباب ويغادرون وهم يبدو عليهم العمر نحن نتحدث هنا عن رئيس هو في الثمانين من عمره وسوف طبعا يرهقه هذا العمل في البيت الأبيض المشاهدين سوف نتوقف مع فاصل الأخير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش أهلا بكم في القسم الأخير من برنامج تقرير واشنطن بين النتائج الكارثية للانسحاب الأمريكي من أفغانستان والتوترات المتزايدة بين أمريكا والصين مرورا بالحرب الأوكرانية الروسية والفشل في إعادة إحياء الاتفاق النووي كيف كان أداء بايدن في الملفات الخارجية نشاهد معا هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نيثان نكتر نتحدث عن الاقتصاد الاقتصاد يهم الناخب الأمريكي بشكل أساسي في الانتخابات الأمريكية عادة لا ينظر الناخب إلى الملفات السياسة الخارجية إلا إذا أثرت على الداخل الأمريكي في الملفات التي تحدثنا عنها هناك ملف أوكرانيا الذي قد يؤثر بشكل من الأشكال على الاقتصاد الأمريكي حدثني قليلا عن مدى تأثير هذه النقطة على رأيي الناخب أعتقد أن الانتخابات غالبا ما تكون حول الاقتصاد بشكل افتراضي وطبعا هناك مسائل تتعلق بذلك فالرعاية الصحية هي مسألة اقتصادية والتضخم والضرائب وغيرها لكن الوضع الاقتصادي أتوقع أنه المسألة الأهم ورأينا في عام 2022 على الرغم من أنها تخللت احتلال روسيا لأوكرانيا فقد احتلت السياسة الخارجية مرتبة منخفضة جدا أي في المرتبة الثامنة أو التاسعة أو حتى العاشرة من حيث الأهمية بالنسبة إلى الناخبين ما ينبغي أن نهتم به هو هل يلقى رجالنا ونساؤنا حكفهم في الخارج وسط صراعا ما حتى لو لم يحدث ذلك أتوقع أن تحتل السياسة الخارجية مراتب منخفضة من حيث الأهمية يمكن التحدث عن الوضع الاقتصادي الناتج عما يحدث في الخارج والذي يؤثر على الجميع في حياتهم اليومية لكن ذلك يتطلب شرحا أطول وهناك مسائل أخرى يمكن للسياسيين الاستعانة بها لإقناع ناخبيهم وهي تتطلب شرحا أقل هناك بعض المواجهات حول المساعدات إلى أوكرانيا سواء أكانت أكثر من اللازم أم إذا كان أحد مسؤولا عن هذا الإنفاق لكن لا أتوقع أن يشكل مشكلة رئيسية فالاقتصاد أهم حيث نميل إلى الأنانية بالنظر أمامنا ولا نجيد النظر في كيف يؤثر العالم الأوسع على حياتنا اليومية وهنا كان حديث طبعا يتردد لدى بدء الحرب في أوكرانيا بأن أسعار النفط بأن أسعار أيضا المواد الغذائية بسبب هذه الحرب ازداد وهذا سوف يؤثر على رأي الناخب الأمريكي ربما بشكل من الأشكال هنا مات في السياسة الخارجية وأنت طبعا تعمل وتغطي هذا الموضوع بشكل مكثف تحديدا الملف المفاوضات مع إيران أو محاولات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران بالنسبة إليك ما هو الملف الأهم اليوم في صعيد على صعيد السياسة الخارجية التي شهد بعض الإخفاقات من قبل إدارة بايدن يعتمد الكثير هنا على مدى نجاح المرشح الجمهوري في التطرق إلى الموضوع لكن كما قال نيثن وهذا أمر مؤسف بالنسبة إلي لا تعد السياسة الخارجية من المسائل المهمة في أذهان الأمريكيين أما بالنسبة إلى الاتفاقية مع إيران لم تتطرق إليه الولايات المتحدة حتى الآن لكن يمكن لمرشح جمهوري قدير أن يسأل لماذا يعد الاتفاق النووي مع إيران بمثابة مذهب ديني للطرف السياسي اليساري في البلاد لا يهم إن مر الزمن وأحرزت إيران تقدما في هذا المجال لكنهم يرغبون بالعودة إلى اتفاق نووي لا يمكن التحقق منه وصرف مليارات الدولارات على نظام مروع في طهران هذا أمر يصعب تفسيره أما أوكرانيا فهو موضع صعب جدا بين الجمهوريين لأن الحزب نفسه منقسم عليه هناك الجمهوريون قديموا الطراز مثلي ومثل نيكي هيلي أما روندي سانتس فلنعلم تحديدا الذين يعتقدون بأنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لها دور في أوكرانيا وهو دور في الخلفية ويجب أن نزود الأسلحة لأن ما تقوم به روسيا غير صحيح لكن هناك أيضا الجناح الأجد بين الجمهوريين أو القديم الجديد لأنه باعتقادي يمثل التفكير الجمهوري من الثلاثينيات والذي يعتقد بأن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر عزالا وعدم التدخل في هذا الصراع لعدم وجود استراتيجية نهائية وهذا ما يملكه بايدن ما يعني إما أن نبدأ بتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي ترغب فيها وبسرعة لكي نصل إلى تسوية تفاوضية بسرعة أو يجب أن نتوصل إلى نتيجة أخرى وهذا يختلف عما تقوم به إدارة بايدن حاليا طبعا وهنا بالحديث عن رون دي سنتس نذكر بأن دي سنتس عندما كان نائبا في الكونغرس الأمريكي كان يدعم سياسات مثل السياسات التي اعتمدتها إدارة بايدن اليوم في أوكرانيا لكنه غير من هذا الدعم في هذا السياق ما يقوله البعض بأنه يفكر اليوم بالناخب الأمريكي وهذا الخط الذي اعتمده أيضا دونالد ترامب هنا كريستل في موضوع السياسة الخارجية لا يمكننا أن نتحدث عن هذا الموضوع وكان نيتون يقول بأن الأمريكي أو الناخب الأمريكي يبدأ بالنظر إلى السياسة الخارجية عندما يخسر حياة أمريكيين في الخارج في هذا الإطار نتحدث اليوم عن أزمة في السودان نتحدث عن انسحاب من أفغانستان يعني فعليا اليوم إدارة بايدن اضطرت إلى إجلاء مواطنين أمريكيين من أربع سفارات أفغانستان، السودان، بلاروسيا وأوكرانيا ألا يؤثر هذا على الناخب؟ بالطبع أعتقد أن الأزمة في السودان تتفاقم حاليا ويجب على الإدارة أن تتخذ موقفاً وأن تدعم أحد الطرفين في البلاد أظهرنا عن موقفنا مع أوكرانيا وتحدثنا عن إجلاء الجنود من أفغانستان الذي لم يتم بالطريقة التي حاول بايدن القيام بها لكن أعتقد أن نيثن قد قال أمراً يجب أن ندركه وهو أن العديد من الأمريكيين يعتبرون السياسات الخارجية وكأنها أمر بعيد جداً ولا يمكن الوصول إليه عندما نتحدث عن الانتخابات في هذه البلاد يفكر الأمريكيون بالأمور التي تؤثر على حياتهم اليومية أعتقد أن مسألة أوكرانيا هي مسألة حساسة كما قال الضيف الآخر لأن الأمريكيين يرون المساعدات الخارجية التي ترسل إلى بلد آخر لكنهم لا يستطيعون شراء البيض أو اللحم المقددي في المتاجر المحلية أو هناك ارتفاع بأسعار النفط والغاز وهذا ما يشكك فيه العديد من الأمريكيين إذ يتساءلون عن سياستنا القومية مقابل السياسات الخارجية ولماذا نستطيع إيجاد المال للحرب وليس للمسائل اليومية التي نتعامل معها باستمرار طبعا هذا نيثن نسمعه أيضا من ديمقراطيين في الكونغرس نعم على الرغم من أن الناخبين لا يعتبرون أن السياسة الخارجية ذات أهمية عالية فهي ما زالت تملك تأثيرا هاما للإجابة عن سؤالك إذا ما نظرنا إلى معدلات الموافقة على عمل بايدن فقد كان أكثر شعبية في بداية ولايته أي أن هناك عددا أكبر من الناخبين الذين كانوا يوافقون على عمله وإذا نظرنا إلى الجداول يلتقي خطا معدلات الموافقة وعدم الموافقة على عمل بايدن مع الانسحاب من أفغانستان وأعتقد أنه في هذه اللحظة خسر الرئيس بايدن افتراض حسن النية أي أن لم يعد أحد يصدقه أو يصدق بأن قراراته سيكون لها نتيجة جيدة لذا الآن على الرغم من أن الجميع لا يفكر بأفغانستان فهم أقل احتمالا لتصديقه على مسائل أخرى لأنهم لا يعتقدون بأنه تعطى مع هذه المسألة بطريقة صحيحة مات طبعا نتحدث عن أفغانستان هذه الصور من الصعب أن تغيب عن ذهن الناخب الأمريكي رغم أننا لم نراها تتكرر لكن تعتقد بأن المرشحين الجمهوريين سوف يستعملون هذه الصور في حملاتهم الانتخابية؟ طبعا سيستخدمونها فقد كانت لحظة مروعة لصورة الولايات المتحدة وأعتقد أنه يمكن للجمهوريين استخدام هذا المثال الذي قد يصعب شرحه إلى المواطن العادي لكن كنت أعمل مع إدارة ترامب على السياسة في الشرق الأوسط وقد قاموا بأمور عديدة رائعة وكان هناك توجهات عديدة سيئة لترامب كان معظمها في سوريا كما أراد أيضا انسحابا من أفغانستان خاصا به لكن في الحقيقة عندما قام قادة الجيش أو الأشخاص حوله بإلقاء وزنهم سواء استقالوا مثل جون بولتون منسق الأمن القومي استمع ترامب إليهم في النهاية المشكلة الأكبر في الانسحاب من أفغانستان هو أننا نعلم أن قادة الجيش ووزراء الخارجية والمستشارين حول بايدن لم يرغبوا بتنفيذ الانسحاب بالطريقة التي قام بها بايدن لكنه قال أنا أدرى وسأنفذ الانسحاب بطريقة وانتهى الأمر من هنا يمكن القول إن غريزة بايدن حول السياسة الخارجية هي سيئة للغاية والفريق حوله لا يتمتع بالسلطة أو القوة الكافية لصده في حال لم يكن من مصلحة الولايات المتحدة وأريد أن أبقى معك هنا ما تقول بأن أنك طبعا عملت مع إدارة ترامب في ملفات السياسة الخارجية ذكرت موضوع سوريا طبعا في ملفات كثيرة كما تتحدث كان ترامب يستمع إلى الجنرالات في البنتاجون لكن أيضا كان يذهب إلى تويتر ويعلن عن قرارات في السياسة الخارجية مثل القرارة التي تحدث عنه موضوع سوريا وهذا أيضا هزة صورة أمريكا في العالم أليس كذلك؟ تماما كان أمرا سيئا فعلى مدى ثلاث أو أربع مرات حاول ترامب استبدال شمالي شرقي سوريا مع تركيا بمنطقة مجاورة في دير الزور في جنوبي شرقي سوريا وذلك مقابل لا شيء فعليا مما جعله يبدو ليس فقط بأنه لا يجيد قيادة المفاوضات لأنه لم يدرك أهمية الأوراق التي كانت بين يديه لكن في النهاية مجددا استمع إلى مستشاريه وكان يجب عليه استخدام نفس الحادثة في سوريا التي يمكن استخدامها في أوكرانيا إذ كان يمكن أن يقول في ذلك الوقت أنا أذكى رئيس للجمهورية على الإطلاق إذ ليس هناك أي أمريكي يحارب على الأرض هناك فقط ألف جندي مع جيش آخر يقاتل فعليا لدي ثلث الأراضي السورية 90% من الهايدروكاربونات وأملك شيئا يرغب به الجميع من بوتين إلى الأسد إلى إيران وتركيا وهذا ما يمنحني نفوذا ويمكن المجادلة بالطريقة نفسها في أوكرانيا إن أراد بايدن أو أي جمهوري الدفاع عن هذه القرارات اسمعوا لم يذهب هذا المال سودان لأننا نبيع أسلحة قديمة يجب استبدالها إلى أوكرانيا وهم يقومون بصد الجيش الروسي وليس هناك أي خطر على حياة الأمريكيين هذه فكرة رائعة لكن لم يستغلها أحد أتمنى لو يستمع بايدن أكثر إلى القادة العسكريين حوله لأنه قد أثبت بأن ثقته بما يفعله هو أمر خاطئ سنة بعد سنة طبعا وأنت تتحدث مات عن موضوع قرارات بايدن هذه ربما بعض هذه القرارات ينبع من كونه كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولديه خبرة واسعة في ملفات السياسة الخارجية وهذا طبعا يأخذنا إلى الموضوع الذي سوف نشاهده الآن هو عن أبرز مراحل حياة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ الولادة وحتى اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر